هذا وقد أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا كوفيد 19 لست مواطنات بحرينيات ومواطنة سعودية وأخرى إيرانية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيهم العلاج ورعاية لازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 14 حالة حتى الآن وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين الاتصال على الرقم 444 أو التسجيل الإلكتروني لجدولة موعد الفحص